موسيقى من الجديد يسعد صباحكم مشاهدينا وصلنا لفقرتنا الحوارية الأولى بحلقة اليوم طبعا رح نتحدث اليوم عن هرن في الموسيقى والشعر جمع جميع الفنون من كل أطرافه متواضع محبل الكبير والصغير تم تكريمهم مؤخرا من قبل جمعية العاديات في اللازقية الأستاذ الموسيقار الأستاذ زياد عجان طبعا نحكي أكثر عن هالقيمة الفنية الموسيقية بسعدنا يكون معنا الأستاذ حسن طحان مدير النادي الموسيقي في اللازقية أهلا وسهلا فيك أستاذ كيفك؟ أهلا بكم أهلا صباح الخير صباح الخير لأستاذ المشاهدين والعاملين وراء الكواديس وراء الكاميرات أهلا وسهلا فيك بسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك اليوم التكريم فنان كبير مثل زياد عجان هو حدث مهم يغطي ربما جزء من المسيرة الإبداع اللي قام فيها نحكي عن هذا التكريم والفكرة كيف إجت حياة تشكر الأنسي سحر بلال هي المبادرة كانت منها بفكرة التكريم إنه ليش لا ننطر نحن بعد وفاة الشخص نكرمه التكريم على حياة الشخص بتكون أفضل فكانت البادرة والانطلاق من هون يعني من جمعة العادية فنحن كنادي موسيقي رفضنا هالفكرة هايدي بإنتاج موسيقي لأستاذ زياد بثلاثة أعمال كبيرة لأستاذ زياد قدمناهم خلال فقرة التكريم يعني بحفل التكريم أستاذ زياد يعني هو قامة فنية وموسيقية يعني ما نحكي عنه عن مؤلفات وعن الرقم الأوغاريتي اللي يشتغل عليها أيضا في مجال المسرح يعني مسيرة طويلة اليوم إذا بن أستاذ حسن نحكي عن زياد عجان شو بيقول أستاذ زياد عجان أكتر من أنه قامة موسيقية كبيرة أكتر من أنه قامة موسيقية كبيرة أكتر من أنه قامة ظاهرة قد تتكرر وألا أعتقد يعني لقدمه أستاذ زياد عجان كما هائل جدا ونوعا كثير كثير مميز يعني أنا بذكر مثلا حكيت بحفل التكريم أنه قد يفوق موضوع الرقيم اللي ترجمه برأس شمراء طبعا له قيمة تاريخية كبيرة جدا يمتد إلى ستة أو سبعة آلاف سنة هذا شيء كبير كثير يعني من هنا بدأت الموسيقى في اللاذقية من هناك وهذا الرقيم له قيمة تاريخية كبيرة جدا حتى على مستوى العالم أما الذي أدمه أستاذ زياد عجان فاله قيمة تاريخية قيمة وطنية قيمة فنية قيمة موسيقية يعني بحث بأربعمائة مقام موسيقى عربي ما بخفيكم أنا قدمت كتاب عملت كتاب وكان لي شرف أنه راجعوا الأستاذ زياد عجان هو بالمقامات الموسيقية العربية جمعت ميتين وثمانين مقام موسيقى عربي وهذا العمل بمنتهى المشقة شاق جدا يعني للمختصين بيسمع مثلا مقام دلنشين شو هذا دلنشين ما راح يعرف شي منه أما لما بندخل بالتفاصيل يجب أنك مداخلة صغيرة أنا بنعرف المقامات أنه هي سبعة أو تسعة المقامات الموسيقية لكن أنت ما تقول أنت اليوم بالميتين وخمسين أو بالأربعمائة أربعمائة أربعمائة مقام وأكتر يزيد حقيقة يعني فيه مقامات أساسية بحوالي الأربعين مقام ما أربعة أو خمسة أو سبعة أربعين مقام أساسي وبدأتفرع منها فيها فروة فالأصل أنه نحن لما بنحكي بالمقام الموسيقي اسم موجود بكتب التاريخ بس ولكن كدراسة كدراسة لهذا المقام أبعاده وما شابه فهذا عمل شغل جدا أنا بعرف مشقة العمل لأني قمت فيه وقدمت الكتاب طبعا بموافقة وزارة الإعلام ونشرته فما بلكون لجمع أربعمائة مقام موسيقي عربي لا بل الأكبر من هذا أنا برأيه أكبر بكتير أنه على كل مقام موسيقي عربي عمل تأليف موسيقي اسمه سماعي حالو أصحاب الإختصاصي بيعرفوا شي يعني سماعي يعني ألف أربعمائة مقام أربعمائة سماعي على أربعمائة مقام ويزيد البعض منه أخذ أكثر من سماعي فهذه شواهد هذه شواهد يعني إذا قدرنا نحن نخرجها بشكل عمل آلي موسيقي إلنا السبق على مستوى الوطن العربي لا بل على مستوى العالم أي تسجل نحن يعني إلنا كسابقة للقطر وأتمنى أن نقوم بهذا العمل أنا بجهود شخصية فردية طبعا ما بإمكاني يقوم بهذا العمل هذا أدر الإمكان أخرجت كثير عمل أستاذ زيادة منها قصائد منها أغاني منها عمال آلية موسيقية بعرف يعني حجم الجهد بده يقوم فيه الشخص يعني خاصة أن نحن كلياتنا يعني ما ممتهنين الموسيقى هاوين نحب الموسيقى فعمل من هالنوع بده رافد كبير وأتمنى تكون الانطلاقة من هون إن شاء الله مع أنه طموح كبير يعني ولكن يستحق الجهد والتعب اللي قدمه الفنان الكبير زيادة عجان بيبحثه بأربعمائة مثل ما زكارت حضرتك مقام ولكن أكيد في أثر إنعكس من خلال هذه البحوث إنعكس من خلال تجربته يعني لو حتى ما صار هذا الشي كان في أثر لهذه البحوث اللي قام فيها على مدى نصف قرن تقريبا هيدا الأثر كيف عم تشوفوا اليوم على أرض الواقع كيف عم ينعكس على الموسيقى بشكل عام للأجيال اللي هلأ هي فعلا مهتمة بالموسيقى هذا ما أتمنى أنه توصل للأجيال حد الآن وصل قسم كثير كثير قليل منها يعني نتمنى أنه توصل كلياتها تتوسق تتأرشف وصير مرجع مرجع رسمي يعني بنرفع فيها رأسنا ورأس الوطن كلياتها شغلة كبيرة جدا لكن مثل ما حكينا يعني الأجيال رح يغضوا قسم بسيط منها يعني بما لا يجاوز واحد من الأربعمائة حسب الإمكانيات المتاحة مبضبط هلأ يعني فين نقول نحن أنواه اللي اشتغلوا لأستاذ زياد الأربعمائة مقام هو يشكل علامة فارقة في مسيرة حياة زياد عجان ولا ألا كان في هناك علامات أخرى يعني إنجازات أخرى لزياد عجان ما في شك ما في شك الأعماله تنوف عن الآلاف أعماله الموسيقية نحن ما رح نحكي عليها ككم كم مخيف ككم مخيف وكنوع رائع جدا يعني قدمنا نحن بالحفل للحفل التكريم قصيد طولة فينا سميها ملحمة شعرية غنائية كلمات لأستاذ رشيد الشخيص والحان لأستاذ زياد لا تنسيني قصيدة بمنتهى الرواع بمنتهى الرواع يعني اللي منسمعون نحن من قصائد العمالقة في الوطن العربي لا تقل أهمية عنهم أبدا لا بل تفوق الكثير منه وكمان بالواحد وثمانين قدمنا له كمان قصيدة معروفة والتقينا اللي حنها الصنباطي نفسه أستاذ زياد طبعا أخذ الكلام قبل ما تتلحن من قبل الصنباطي ولحنها فدري بعدين أن الصنباطي كمان لحنها أم خاف وحط اللحن بالدرجة قال له أستاذ محمود لا أستاذ محمود رحمة الله عليه أستاذ محمود عجل قال له لا تخلي اللحن موجود ليش عما تخبيه على الأقل أنت لحنت بأسلوبك وقلت صنباطه قال له أنا شوف تواضع لأستاذ زياد هو متواضع جدا قال له أنا بالنسبة لرياض الصنباطي يدوب رياض أطفال هو عنده حس لنا نكتة دائما مشهور مدعاة وخشف الدم وتواضع حقيقة فقدمناها كان في مسابقة قامت فيها محافظة اللاتقية إدارة المحافظة يعني طبعا منادت الدرجة الأولى بالمناسبة أنا كنت مقدم لحن بس بروح التنافس يعني ما لازم يدخل فيه الأنانية لا بالعاكس أنا فضل الإيثار يعني فنفست له العمل أنا بفرقتي فرقتناها وند الموسيقية نفست له العمل كاملا وهو مقرشف عندي طبعا أتمنى أنه يكون موسق بطريقة يعني باستوديو نحن قدمنا على مسرح له قيمة تاريخية بس لما بيكون باستوديو بإخراج يعني أفضل بتأرشف العمل هذا رائع جدا ولتقينا سؤال ولو أنه بعيدا عن الحيادي أنت سمعان الصنباطي والأستاذ زياد عجان كيف بتشوف اللحنين شو اللي بميز اللحن الأستاذ زياد عن الكبير الصنباطي أنا بخاف هلأ أحكي كلمة مما لا شك فيها الصنباطي عملاق 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 كبير جدا 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 ولكن إذا حكيت على هذا اللحن بالذات خلينا نحكي على هذا اللحن ولتقينا برأي الشخصي أنه لا يقل أهمي عن لحن الصنباطي حلو وإذا سر البوح لا بل يفوق شوي بهذا اللحن أما كصنباطي بشكل عام لا صنباطي شغلة كبيرة جدا كثير من الميزات عم تذكرها حضرتك من الآثار الإيجابية بأعمال الفنان زياد العجان يعني في كثير أفكار عنكم ليه ما بتساهموا بتدعيمها عم تقول عمل إخراجي عم تقول مثلا كذا شو السبب التقسير بهيدا الموضوع أو عدم وجود هيدا الأرشيف المهم لشخص مهم أدم بهيدا الكمية بدوا إمكانات كبيرة بدوا إمكانات كبيرة يعني بدوا مهارات بالعازفين وعازفين بدوا كم يغطي هالعمل هذا يعني والستوديو اللي لازم يسجل فيه كمان لازم يكون مهم حتى يطلع عمل مهم على مستوى الأدم وأستاذيات يعني هذا مشروع دولي لازم يكون بالنهاية أحسن حقيقة يعني بالضبط بمشروع دولي نحنا كأفراد نعجز عن تقديم ورقاني نعم بدنا نحكي عن أستاذ زياد يوم التكريم كيف كان؟ هو معروف عنه دائما عن روح المرحل محب للناس يوم تكريمه كيف كان؟ إحساسه وردة فعله بمنتهى السعادة بمنتهى السرور بمنتهى السرور أنه هالناس المحبين يقوله عم تحكي الكلمات الصادقة فقال أنا كل كلمة من هالكلمات عملتلي كنز عندي فأتمنى أنه كل سن اتكرمني هو يستحق تلك المعرفة صحيح صحيح وخاصة أنه يعني يدرسوا أجيال اليوم هذه الموسيقى الموضوع لم يعد ما يقتصر على مهارات وخبرات وأفكار بمتلك زياد العجان إنما هي تنتقل اليوم لأجيال عبر المعاهد الموسيقية عبر أفكار لحتى فعلا كل من هو راغب بالموسيقى يقدر ياخدها بالطريقة الصحيحة يعني اليوم هذه المعاهد المختصة بالموسيقى والثقافة هل تقدر تاخدها بطريقة صحيحة الداهدة لا يمكن أن يؤثر أيضا على المستقبل القريب هذا شيء مهم جدا جدا مهم جدا أنه ما بقى اليوم ما بقى فيه شيء اسمه عام فيه اختصاص بقالت الكمان فيه اختصاص بقالت العود فيه اختصاص فالنادي النادي لما بيكون نادي موسيقي مختصين أساتسته بقالت العود بقالت الكمان بيخرجوا ناس على مستوى بصيروا مؤهلين حتى يقوموا بهيك أعمال اللي هي فعلا على مستوى شيء مهم جدا طرحتي وقت التكريم كان فيه من الأفراد اللي هنم متدربين عندهم اللي حاصلين على معلومات من الفكر اللي كان بيمتلكم فيه طبعاً نحن فرقتنا هون هي نوعاً ما كبار بالسن بس فيه يعني الشباب ايه كانوا بالسن الشباب اكيد استفادوا استفادوا كتير من الدورات التعليمية اللي كانت منها دائماً يعني ببداية حديثك قلت انه كانت الفكرة فكرة السيدة سحر بلال ما تأخر تكريم زيادة عجان يعني كان لازم يكرم قبل يعني هل هو عمر خمسوة معنين سنة يمكن كان بيكون سعيد اكتر لو كنا مكرمينه من قبل او مقدرين اين الشي اللي قدمه زيادة عجان يعني دائماً في عنا هاي المشكلة بدي احكي حاسم بارح عم تحكيها بنت دياب مشهور فكرم من شي من فترة قصيرة دياب مشهور فقال انه هذا التكريم عجل بوفاته لانه من كتر اللي شاف الناس واهتمامهم وانه زعل على الوقت اللي كان هو مهمش فانه عن جد بعد جيتوا ازمة قلبية فانه اليوم وانه يتأخر التكريم هو اصلاً بيعمل تأثير نفسي على المكرم تماماً يعني حقيقة فكرة كبان تانية رائعة جداً يعني يمكن ما فينا نعبر عنه الا بدمتين انه يكرمني وانا بقمة عطائي يكرمني وانا شب لسه تماماً تماماً يعطي حافز اكتر لا يعطي اكتر يعني لو لانه شبه انا طبعاً بدينامو طبعاً هو انسان بمنتهى الرقيب بمنتهى الاحساس يعني بس ولكن عملياً كدينامو لو لانه دينامو ما كان عطاها العطاء هذا مهم ما في شي يعني ما في شي هيك تحفيزي من جهات يعني كبيرة لأولو بل هو سبحان الله يعني موهبة ذاتية موهبة ودائماً نشوف اصحاب الموهبة نحنا دائماً بيضلوا على نفس العطاء أو على نفس السوية وإنما بيزيدوا أيضاً ربما من الحالات اللي هن بيشتغلوا عليها أكتر وأكتر ما بيستنوا للتكريم ولكن التكريم دائماً بيضل له هيدا الطابع الخاص لدى المكرم لأنه هو بيشعر بلاحظته بالإحساس الحقيقي باللي هو حصل عليه تلهمة في أفكار بتقديم شي جديد يعني هو إله قيمة كبيرة دين بي رقبتنا ربما التكريم جاء جزء من ما قدموا يعني في أفكار جديدة ممكن عم تفكروا أنكم أنتم تساعدوا فيها لحظات تتشر أكتر يعني فرقتنا هون تحديداً قالت على نفسها أنه نقوم بالأعمال الموسيقية اللي تلحنت باللادية هلأ فيها يعني نحن هون إشية تراثية كل العالم بتعرفها شجرة الليمون يعني على أراض الحبيبتنا حقيقة يعني هاي الألحان تغنت باللادية بس ما هي من تأليف لادقاني صحيح البعض منها مصري البعض منها من أدوار نتبعنا كي فطالما تغنت هون فتنم عن زوق أهل المنطقة يعني وتزوق أهل المنطقة لنعمل الموسيقى حلوة حنونة مثلاً بهالشكل فكانت الفكرة من عندنا أنه نحن اللي اللي تلحن باللادية أنا مع منادي بالمناطقية ولكن عم ما أحكي موجودين نحن باللادية كما في حلب مثلا في حلب في عنا عمر البطش إله باع طويل كبير كثير بالموشحات وما بخلق أهالي حلب بإنتاج بإخراج الإنتاج إله فنحن ليش يعني ليش بدنا نتقاع فقالت الفرقة على نفسها أنه قبل ما نعمل الأعمال الموسيقية لكبار الملحنين مثال عبدالوهاب أو صنباطي أو كذا في كتيرين عزفون في كتيرين عما يخرجوهون أما الأعمال الكبيرة حقيقة لأستاذ محمود عجان لأستاذ زياد عجان ولغيرهم كمان يعني هون بالبلد مظلومين ونحن كمان حقيقة كفرقتنا هون يعني بدنا أستدعان أكتر بكتير حتى نقدر نخرج الأعمال من فترة كان في عنا ذكرى 16 على رحيل الموسيقى الكبيرة أستاذ محمود عجان فأخرجنا له عدة أعمال المتدربين الصغار أنتجوا ثلاث معزوفات من أروع وأصعب المعزوفات مع أنه عمره الموسيقي لا يتجاوز سنتين أو ثلاث سنوات ما شاء الله بهالإندفاع طبعا تعليم ما في شك كان تعليم سليم الكبار نحن الختيارية فقدمنا كمان عمل من رباعي معزوفة نادية معزوفة نادية قمة قمة في التأليف الموسيقي يعني بتسمعيها اليوم بتقولي اليوم تلحنت هي عمره شي سبعين سنة صحيح تقولي اليوم تلحنت قديش ما سابق عصفو قديش ما عمله الموسيقي كبير كتير عم نحاول يعني فينا نقول أنه فرقة نهواند أخدت على العاتقة أنه يعني تهتم بالموسيقيين الأهل اللادئية أن نسلط الضوء على أعمالهم ونقدمها للآخر أو خارج المحافظة ناس تعرفها بالفعل أنه أهل يعني أهل البيت أولى أنه نقدمهم نهتم فيهم أستاذ زياد طبعا أستاذ حسن اليوم بدنا نحكي شوي عن فرقة نهواند أكيد عندكم صعوبات مثل ما نوهت بحديثك مشاريع كون شو عند نهواند اليوم القادم إن شاء الله اتفقنا مع دار الثقافة ومديرية الثقافة بالتعاون معهم على رسالة وفاء من فرقة نهواند والنادي الموسيقي إلى الكبير الأستاذ زياد عجان بحفل كبير ضخم كما رح نقدم له من أعماله إن شاء الله هذه بدأ شهرين أو شهرين ونصف تحضير إن شاء الله الله يعطيك العفو كثير من تشكر جهودكم قلكن الله يعطيكم العفو التكريم خطوة كثير جميلة وإيجابية اليوم ربما تكون بادرة أيضا لكل الجمعيات الأخرى وكل المهتمين والمختصين إن يكون عندهم هذه البادرة بتكريم الأشخاص وهن ما زالوا في ريعان تقديمهم إن شاء الله بنشكر كثير وجودك معنا الأستاذ حسن طحان مدير النادي الموسيقي في اللاذقية شكرا كثير لوجودك معنا شكرا لإلك أستاذ حسن نورتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر